أول حاجة مهمة علشان نقضي على الانسداد في عملية التواصل أو نقضي على القطاع اللي بيحصل في التواصل الزواجي هي إن احنا نعرف نفسنا بصدق إن انت تعلم نفسك بصدق إن انت تعود مع نفسك وتشوف عيوبك وإيه معوقات التواصل عندك في بعض الناس عندهم معوق في التواصل واضح قوي إنه دايماً بيسمع الأصوات من داخله ما بيسمعش الأصوات من خارجه أول ما حد يقول كلمة يدوس على السلك العريان تبدأ كلام يدور في نفسه في ناس كتير عندهم مشكلة عندهم مظلومية طول الوقت فلما حد بيجي يكلمه بيروحوا عامل دفاع على طول دعيب فلازم إحنا نعرف عيوبنا في التواصل وده أنا بسميه عملية التهيق للتواصل إني أهيأ نفسي لعملية التواصل جد ومسلم بأن أنا أعرف المعوقات وأزيل المعوقات وندخل ده في إماطة الأذى عن الطريق أمية الأذى عن الطريق بيني وبين زوجتي وما فيش مانع أن أنا أطلب مساعدة من شرك حياتي على فكرة أن أنا أطلب منه أنه هو يساعدني ويبقى دوت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا استعم بالله تجده تجاهك فهتقدر مش مش هتقدر وعشان كده مهارات التواصل بناء على ده لابد أن كل واحد فينا يكون عنده مهارات التواصل زي حسن الإنصاط ويفهم الكلام على مراد المتكلم ويقدر يطرح الأسئلة الحقيقية مش الأسئلة الاستنكرية المستفزة تقول له هو ينفع اللي أنت بتعمله ده هو يقول له آخر مرة كنت بتعمل الكلام ده كان إيه متى هو ده بالسؤال ده هو بيعمل إيه بيستفزه وكل دي تدريبات على مهارات على فكرة فما ينفعش الناس تسوق العربية بدون رخصة وما ينفعش كمان أن احنا ما يبقاش عندنا مهارات وعشان كده لازم نمشي بشكل صحيح في مسألة تعلم مهارات التواصل الرحيم إيه الإجراءات اللي احنا ممكن نعملها عشان نوصل لهذه المهارات أول حاجة عشان نقدر نعمل ده عشان نقدر نوصل لده أول حاجة لازم تتعلم مهارة الإنصاط وطرح الأسئلة تاني حاجة لازم تعرف مفاتيح شريك حياتك ولو ما تعرفش حاول تتكلم معاه لغاية ما تعرف مفاتيح شريك حياتك الحاجة الثالثة أن أنت تتواصل مع شريك حياتك بحالة من حالات القرب والابتزان اللي بيبقى في الغالب مسألة تتواصل فيها بهجة وإيه اللي يحصل؟ ما فيهاش أي اتهام ويبقى تواصل فيه محبة الثالث حاجة ما فيش تواصل من غير طبطبة والطبطبة دي مش مجرد تلامس الطبطبة دي فيها ما فيهاش لوم ما فيهاش غر حنية فيها جبر الخاطر ولازم لما نتواصل يكون الكلام مبني على المستقبل والسعادة عشان نقدر يبقى تواصلنا تواصل رحيم ودود ولازم كل طرف من التاني يبقى عنده خطر لتطوير الزواج ساعتها التواصل هيبقى تواصل رحيم وبيوصلنا إلى الجمال وإلى الرحمة وإلى الخير ونحس بمدد ربنا لبيوتنا يا رب جعل تواصلنا على الدوام تواصل رحيم وجعلنا يا رب نرى نظرك إلى بيوتنا بالمودة والرحمة فنعيش في جمالك على الدوام يا رب العالمين اشتركوا في القناة